شهدت فروع معرض أهل المدارس إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من العروض والخصومات التي وصلت إلى 30% على مختلف مستلزمات المدارس حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى إقبال كبير من المواطنين شهده معرض أهل المدارس المقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصرة حيث يوفر المعرض تقفضات كبيرة للجمهور تشمل جميع المستلزمات المدرسية بالنسبة لإقبال دايماً بيبقى كل سنة بيبقى في إقبال عشان احنا بننزل في الأسعار من 15% ل30% حسب كل منتج يعني وبنحاول نحن نخفض في الأسعار على قد ما نقدر عندنا منتجات نحلية ممتازة جداً وذاتها جودة عالمية وأسعار ممتازة تناسب جميع أفراد الأسرة يتميز معرض أهل المدارس بتوفير كافة الأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30% صراحة التنظيم كل سنة بيتطور عن السنة اللي قابليها ويعتبر معرض أهل المدارس بقى براند على مستوى الجمهورية كلها عمتاً بالله والمعرض يعني حاجاته كويسة وأسعاره كويسة واشترينا حاجات كتير بما فيها السلع بما فيها أدوات للمدرسة والكلام ده كله يعني ياريت المعرض بطول السنة لا هو فعلاً فيه تخفضات يعني احنا جبنا حاجات كتير مكارونا سكر فيه على الرز برضو تخفضات فيه على الحاجات بتاعت المدارس برضو الإقلام الكشكيل جبنا كذا حاجات يعني جبنا ما شاء الله حاجات كتير جداً ففعلاً لقينا تخفضات يأتي المعرض للتخفيف عن كهل الأسرة والمواطنين وللمنتجات المصرية نصيب الأسد من السلع المعروضة بالمعرض وهو ما يجسد نجاح توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة المحلية في المجالات كافة أحمد الحسيني التلفزيون المصري